بسم الله الرحمن الرحيم كما نسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل في مرضاته وفيما يقربنا إلى جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فهذه محاضرة بعنوان أحكام الزكاة وهي من ضمن سلسلة المحاضرات المعدة في شهر رمضان المبارك من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فأقول وبالله تعالى التوفيق سائلني المولى جل وعلا أن يوفقني وإياكم للقول السديد والعمل الرشيد لقد امتنى الله جل وعلا على عباده بالنعم الكثيرة وبالآلاء الوفيرة في أنفسنا في أهلينا في أموالنا في أوقاتنا في مجتمعاتنا في أمننا واستقرارنا في كل ما نتقلب فيه من نعم وصدق الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وصدق جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ومن هذه النعم رحمني الله وإياكم نعمة المال المال الذي هو عصب الحياة الذي هو قوام هذه الحياة فلا تستقيم حال المرء إلا بوجود المال المال الذي هو نعمة من الله تعالى إذا وفق العبد لتحصيله وجمعه من الحلال وتجنب موارد الشبهات والحرام من باب أولى هذا المال الذي يجب على العبد فيه حقوقا لله سبحانه وتعالى بحسب أسبابها من حق الزكاة أو الكفارات أو نحو ذلك من الحقوق الشرعية هذا المال يجب على المسلم أن يراقب الله تعالى في تحصيله لأنه أي المال محبوب للأنفس ومطلوب إليها ومرغوب فيه قال سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جمع وقال عز من قائل وإنه لحب الخير لشديد فالأنفس جبلت على حب المال ولا ضير في ذلك ولا تثريب لكن يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في تحصيله وأن يراقب الله تعالى في مصارفه لأنك أخي الكريم ستسأل عن مالك هذا من أين اكتسبته وفيما أنفقته كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها صلوات الله وسلام عليه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهذا المال أمانة عندك أخي الكريم أمانة في تحصيله فأنت مؤتمن على ذلك وأنت مؤتمن في مصرفه وأنت مؤتمن في أداء حق الله سبحانه وتعالى فيه ومن هذه الحقوق كما أسلفت واجب الزكاة الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام التي هي قرينة الصلاة فقل أن نجد آية في كتاب الله تعالى تأمرنا بإقام الصلاة إلا وهي مقترنة بإيتاء الزكاة ذلك لعظم شأن هذه الزكاة ووجوب وفرضية أدائها على المسلم والمسلمة في مال كل منهما قال سبحانه وتعالى في بيان أجوب هذه الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال عز من قائل وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون والآيات في هذا المقام في بيان وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا فمن أنكر وجوبها ما علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا وهو يعلم وجوبها فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال وقد قرر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه محاربة من منع الزكاة من منع الزكاة وقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة رضي الله تعالى عنه وهذا هو دليل الإجماع ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك القول وما قرره من قتال المرتدين بمنع الزكاة هذه الزكاة أيها الإخوة الكرام تجب في الأموال والأموال على أربعة أشياء الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار الثاني بهيمة الأنعام الثالث الذهب والفضة وما في حكمهما من الأوراق النقدية المتعامل بها في الوقت الحاضر الرابع عروض التجارة ونتناول كل واحد من هذه الأربعة الأحكام ببيان أحكامها حسب ما يتسع له المقام دون إطالة أو ملل فالأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وقوله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده وأعظم حقوق المال الزكاة وقد بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقدار الذي تجب فيه الزكاة ومقدار الزكاة من هذا المال أو هذا الخارج من الأرض فقال عليه أوثل الصلاة وأزكى السلام فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضحي نصف العشر رواه البخاري هذا الخارج من الأرض إن كان قد سقي بماء السماء أو كان عثريا أي مما ينبت من الأرض دون أن يتكلف الإنسان سقياه بالماء إنما بالأمطار أو العثر الذي هو يكون ينبت الأرض لأن الأرض رية بالماء أي راوية بالماء أو ما يسمى في بلاد نجد بالبعول فهذه التي تسقى بالماء أو من الأمطار أو مما حفظته الأرض من الماء فإن فيه العشر إذا حصلت على الحب مما زرعت أخي فانظر ما وعزنته فإن كان مثلا ألف كيلو فأخرج العشر الذي هو مئة كيلو لأنه سقيا بماء السماء أو كان عثريا ولا تجب الزكاة في هذا الحب الذي خرج أو في الثمار حتى يبلغ نصابا والنصاب هو خمسة أو سق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى حتى يبلغ خمسة أوسق ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق رواه مسلم والوسق ستون صاعا بصاع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيبلغ النصاب ثلاثمائة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زينته بالبر الجيد أي الصاع الفين واربعين جراما أي كيلوين وخمس عشر الكيلو أي كيلوين واربعين جراما فتكون زينة النصاب بالبر الجيد التي هي ثلاثمائة صاع خمسة أوسق تكون زينة النصاب بالبر الجيد ستمائة ستمائة واثني عشر كيلو ستمائة واثني عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقيا بدون كلفة ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما سقيا بالنضح نصف العشر أي فيما سقيا بجلب الماء بأدوات النضح سواهم بالمواطير أو غيرها مما ينتزع الماء من جوف الأرض مما ينتزع به الماء من جوف الأرض ويسقى به الزرع فهذا فيه نصف العشر أما فيما سقيا بماء السماء أو كان عثريا أو بعليا فهذا فيه العشر كاملا فإذا عندك أخي ألف كيلو لأن النصاب قلنا هو ستمائة واثني عشر كيلو فإذا كان عندك ألف كيلو فهو أكثر من النصاب فإن كان سقيا بماء السماء ففيه مئة فالزكاة مئة كيلو وإن كان سقيا بالنضح وهو جلب الماء من الآبار فهذا فيه فالزكاة خمس فزكاة خمسون كيلو فقط نعم بارك الله فيكم ولا زكاة فيما دونها أي فيما دون هذا المقدار اللي هو ستمائة واثنين واثنين عشر كيلو ولا زكاة فيما دونها ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقيا بدون كلفة ونصفه فيما سقيا بكلفة ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها لقول عمر رضي الله عنه ليس في الخضروات صدقة وقول علي ليس في التفاح وما أشبهه صدقة ولأنها ليست بحب ولا ثمر لكن متى تجب فيها الزكاة إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة أي في الثمن الزكاة حينئذ تكون في الثمن لأنها تعتبر من عروض التجارة فتبين أيها الإخوة الكرام أن الحبوب والثمار التي تدخر هي التي تجب فيها الزكاة ومن ذلك التمور بارك الله فيكم الثاني مما تجب فيه الزكاة من الأموال بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والضأن سواء كانت سواء وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والضأن معزا كانت أو ضأن إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا بهيمة الأنعام المذكورة هي الإبل والبقر والغنم ضأن كانت أمعزا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا فما معنى سائمة السائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدم كل السنة أو أكثرها بحيث أنها ترعى من الكلأ من البر والخلاء وليست معلفة من قبل صاحبها إنما تأكل وترعى من الكلأ النابت بدون بدر آدمي كل السنة أو أغلب السنة فإن لم تكن سائمة بحيث أنها تكون معلفة فلا تجب فيها الزكاة فلا تجب الزكاة فيها إلا أن تكون للتجارة إلا أن تكون هذه البهيمة أعدت للتجارة وليست أعدت للدر والنسل ومعنى الدر أي أن يشرب من البانها وتتكاثر بأولادها هذا هو المقصود بهذه الجملة فالبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة وهي التي ترعى الكلأ النابت من البر والخلاء بدون بذر آدمي أو زراعته كل السنة كاملة أو أكثرها ترعى كل السنة كاملة أو أكثرها فإن لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون قد أعدت للتجارة فإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض التجارة فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت النصاب إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها وأقل للنصاب في الإبل خمس فما كان من أقل من خمس فلا تجب فيه الزكاة وما زاد فتجب فيه الزكاة بأحكامه وأقل النصاب البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون وفي الغنم أربعون وبيان ذلك في مقامه بالتفصيل في بيان النصاب وزيادته فيما هو أكثر من ذلك النوع الثالث من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الذهب والفضة الذهب والفضة على أي حال كانت هذه فإنها تجب فيها الزكاة لقول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل فعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أي سواران غليظان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أي سرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة السوارين من نار قال فخلعت هما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله رواه أحمد وأبو داود والنساء والترمذي قال في بلوغ المرام وإسناده قوي وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فيه يدي فتخاتم من ورق تعني من فضة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال أتؤدين زكاتهن قالت لا أو ما شاء الله قال هو حسبك من النار أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال على شرط الشيخين وقال ابن حجر في التلخيص على شرط الصحيح قال ابن دقيق على شرط مسلم فهذه الأدلة تدل دلالة واضحة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان مدخرا أو كان مستعملا كما هو الحال في حلي النساء فحلي النساء القول الصحيح فيه أنه تجب فيه الزكاة أنه تجب فيه الزكاة ولو كان مستعملا لو ليس يعد من متاع الدار أو مما يستعمله الإنسان من الأواني أو السيارة أو نحو ذلك فهذه لا تجب فيها الزكاة أما الحلي فإن النصوص واضحة في وجوب الزكاة على المسلمة في حليها فما هو النصاب الزكاة لا تجب في الذهب حتى يبلغ نصابا والنصاب هو عشرون دينارا هو عشرون دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب ليس عليك ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا رواه أبو داود والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه فإذا كان عند المسلمة خمسة وثمانين غراما ذهبا فإنه يجب عليها الزكاة لأنها بهذا قد ملكت النصاب لأنها بهذا قد ملكت النصاب فتجب الزكاة في النصاب وما زاد عليه ومقداره ومقداره ربع العشر ومقدار الزكاة في هذا النصاب ربع العشر بحيث أنك أخي أو أختي المسلمة تقوم هذا الذهب بقيمته السوقية وقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة فتنظر ما قيمته في السوق في ما قيمته في السوق وقت وجوب إخراجك للزكاة فإذا كان عند مثلا مئة جرام يعني أكثر من النصاب فإنك تنظر ما قيمة المئة جرام اليوم عندما تريد إخراج الزكاة كم قيمة الجرام فيقال تسأل المختصين في ذلك فيقال مثلا الجرام بمئة ريال فإن المئة غرام قيمتها عشرة آلاف ريال فتخرج ربع العشر ربع العشر من هذا المبلغ ما هو مئتان وخمسون ريال العشرة آلاف ربع العشر فيها مئتان وخمسون ريال أي في كل ألف ريال في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال فانظر ما قيمة هذا الذهب وقت إخراج الزكاة فتجب فيه قيمة الزكاة بمقدار ربع العشر وبالدراهم في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال والفضة أيضا تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة فيها حتى تبلغ نصابا والنصاب هو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة متفق عليه والأوقية أربعون درهما إسلاميا فيكون النصاب مئتي درهم إسلامي والدرهم سبعة أعشار مثقال سبعة أعشار مثقال فيبلغ مئة وأربعين مثقالا فيبلغ مئة وأربعين مثقالا وهي بالغرام والنصاب بالغرام المتعارف عليه الآن خمسمائة وخمسة وتسعون غراما خمسمائة وخمسة وتسعون غراما فإذا فإذا ملكة المسلم أو ملكة المسلم فضة بمقدار خمسمائة وخمسة بمقدار خمسمائة وخمسة وتسعين غراما فقد ملك النصاب فتجب عليه الزكاة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول هذا الذهب أو هذه الفضة إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب واجبت الزكاة بمقدار ربع العشر من قيمته فتقيم هذا النصاب أو ما زاد عنه بالقيمة السوقية للغرام وقت إخراج الزكاة فإذا قيل مثلا القيمة السوقية للغرام الواحد من الفضة كما أسلفنا ريال واحد ريال واحد فهنا إذا ملكت أخي خمسمائة وخمسة وتسعون أو أكثر فتضربها في قيمة الغرام ثم تخرج الزكاة من إجمال القيمة فإذا ملكت مثلا ألف غرام ألف غرام فأنت مالك أكثر من النصاب فما قيمة هذا الألف اليوم نقول كما أسلفنا ريال ألف ريال فتخرج خمسة وعشرين ريالا هذه هي الزكاة وعلى مثل ذلك فقس وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية المتعامل بها في وقتنا الحاضر لأنها بدل عن النقدين لأنها بدل عن النقدين وقيل أنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها وهي بدل عن الفضة فتقوم مقامها فإذا أردت أن تعرف أخي هل أنت مالك للنصاب من الأوراق النقدية فنقول أخي هل لديك مالا تستطيع به تستطيع به أن تشتري نصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين غراما إذا قلت نعم لدي مال أستطيع أشتري هذا النصاب فأنت مالك لنصاب الدراهم الورقية لنصاب الأوراق النقدية فهي بدل عن الذهب والفضة وهي تقوم مقام الفضة ولا تقوم مقام الذهب البعض يقول إني لا أعتبر مالكا للنصاب إلا إذا ملكت مبلغا ماليا أشتري به ذهبا النصاب الذهب هذا غير صحيح الصحيح أنه يجب عليك الزكاة في الأوراق النقدية إذا ملكت مبلغا تستطيع أن تشتري به نصاب الفضة لأنها بدلا عن النقدين وقد ملكت أحد النقدين وهو نصاب الفضة فتقوم الأوراق النقدية فتقوم مقامها وبمقدارها فإذا ملكت نصاب الفضة وجبت عليك الزكاة في الأوراق النقدية فانظر أخي ما لديك من مال فتخرج منه ربع العشر وهو كما أسلفنا في كل ألف ريال في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالا نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم وهذه الزكاة واجبة في مالك أخي سواء كان متوفرا في حسابك أو كان غروضا لدى الآخرين أو كان ثمن مبيع فإذا ملكت النصاب أخي وكان هذا المال في الحساب فإنك تتحقق من تمام الحول والحول يجب أن يكون بحساب السنة الهجرية وليس بحساب السنة الميلادية كما يتوهمه البعض فالحساب للحول هو بالسنة الهجرية فإذا ملكت نصابا وحال عليه الحول سنة هجرية مدخرا لديك أو كان دينا عند الآخرين وكان هذا المدين مليئا باذلا فإنه يجب عليك أن تحصي مالك الذي في الحساب والذي لدى الغير أو كان إيجارات لدى الآخرين ولم يتم تحصيلها أو كان ثمن مبيع بيته ولم تقبض الثمن فإذا حال الحول على هذا المال أو على ثمن المبيع أو على هذه الأجرة فإنه يجب عليك الزكاة تجب عليك الزكاة بمقدار ربع العشر أي كل ألف في كل ألف خمسة وعشرون ريالا فتجب عليك الزكاة فيه أما لو كان المال عند آخرين ولكنهم معسرين ولكنهم معسرين أو عند مليء قادر ولكنهم مماطل غير مقدور على تحسيل المال منه فهذا المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته مرة واحدة يوم قفضه تخرج زكاة في يوم قفضه لأنه يعتبر في حكم المال المعدوم فإذا تحصلت عليه أخرجت زكاة لسنة لسنة واحدة أما إن كان عنده مليئا وأنت الذي أنظرته فإنه تجب الزكاة عليه في كل سنة ما دام عنده هذا المليء لأنه يعتبر في حكم الأمانة متى ما طلبته وجدته فتجب فيه الزكاة أما الدين الذي عند المؤسر فلا تجب الزكاة فيه حتى تقبضه والموظفين الذين لديهم دخل متفاوت وعلى فترات متفرقة حسب الأشهر فكيف يعرف ما تم عليه الحول وما لم يتم عليه الحول هنا نقول من باب الأيسر على المسلم والأسر أسهل بتوفيق الله أن يحدد شهرا أو تاريخا معينا في العام يعتبره وقت وجوب الزكاة فما كان حال عليه الحول يخرج زكاة الواجبة وما لم يحل عليه الحول يعتبر في حكم الزكاة المعجلة فمثلا نقول حدد أول رمضان من كل عام لإخراج زكاة مالك تحصي جميع ما لديك في الحساب سواء مما ادخرته في رمضان الماضي وبعده أو فيما حصلت عليه من رواتب أو إجارات أو نحو ذلك قريبا فتحصي هذا المال جميعا وتخرج الزكاة منه ما كان قد وجب حوله وحال حوله فهي واجبه وما لم يحل عليه الحول فتنوي تعجيل الزكاة حتى لا تجيب الزكاة عليك إلا في تاريخ رمضان المقبل في بدايته وبهذا تطمئن إلى أنه لا زكاة عليك مستقبلا إلا إذا جاء أول رمضان من السنة القابلة وما كان من أسهم فبعض الناس يضعوا ماله في الأسهم فينظر في هذه الأسهم ولا بد أن يلاعي راعى أيها الإخوة أن تكون أسهما نقية خالية من الشبهات لأنك أخي تغذي نفسك وأهلك وولدك فلا بد أن تغذي هذا الجسد ومن أتمنت عليهم من نفاق عليهم أن تغذيهم بما حل الله تعالى كما أمر الله جل وعلا يا أيها الذين آملوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فواجب على المسلم أن يأكل المال الطيب أمر من الله جل وعلا والأمر يقتضي الوجوب فأقول من لديه أسهم يجب أن يتقي الله وأن يعلم أن لا يضع ماله إلا فيما هو نقي لا شبهة فيه ولا حرمة وزكاة هذه الأسهم إن كان المال مقصودا به المتاجرة فأنت وضعت هذه الأسهم لأجل أن تراقب السوق وكلما ارتفع وكلما ارتفع بعت وكلما انخفض شريته وهكذا فهذا من عروض التجارة الذي سيأتي بيانه في القسم الرابع أو النوع الرابع من أنواع أموال الزكاة أما إن كان المقصود منه الربح وضعت هذه الأسهم اشتريت هذه الأسهم في تلك الشركة ولا تفكر أن تبيعها أبدا إنما أردت أن تتحصل على ربح سنوي أو نصف سنوي حسب التوزيع من قبل هذه الشركة فهذه لا زكاة عليها إلا فيما تتحصل عليه من الربح إلا فيما تتحصل عليه من الربح فإذا حصلت على الربح فأخرج زكاته مباشرة مهما كان مقدار هذا المال مهما كان مقدار هذا المال لأن لأن النصاب مرتبط برأس المال فلا تقول أنا ما قبضت إلا مبلغ يسير لا يبلغ نصابا نقول هذا الربح مرتبط برأس المال وليس مالا مستقلا حتى تنظر في النصاب ومقداره فيه فإن كنت أخي وضعته لأجل الحصول على الأرباح فقط السنوية فهذا لا زكاة إلا في الأرباح أما إن كنت أردت البيع والشراء فيه فهذا معروض التجارة وبيان واجئة الزكاة فيها هو أن تنظر إلى قيمة السوق للأسهم وقت وجوب الزكاة وتخرج الزكاة من إجمال القيمة بغض النظر عن قيمة الشراء أو البيع فيما قبل ذلك المعتبر القيمة السوقية لوقت وجوب الزكاة في هذه الأسهم وهذا يجعلنا نتناول القسب الرابع لكن قبل ذلك أتكلم عن العقارات العقارات إن كانت أيضا معدة للبيع والشراء فهي أيضا من عروض التجارة أما إن كانت للتأجير فإنها لا تجب الزكاة إلا في الأجرة والأجرة لا تجب فيها إلا بعد تمام الحول لكن متى يبدأ حول الزكاة الحول يجب في الأجرة الحول يبدأ في الأجرة من تاريخ توقيع العقد وليس من تاريخ قفض الأجرة فحول الأجرة يبدأ من تاريخ توقيع العقد فلو أن الأجرة بدأت من واحد واحد محرم لكنك لم تقبض الأجرة إلا في ثلاثين اثنى عشر لنهاية العام فقبضت هذه الأجرة نقول الزكاة واجبة عليك ويجب أن تخرجها وليست ولا يجوز لك أن تنتظر سنة كاملة حتى تخرجها وبعض الناس لربما يكون لديه مال ويحاول أن يتهرب من الزكاة بشراء عقارات ثم يؤجرها وهذا الذي يتهرب من الزكاة في المبالغ الكبيرة بشراء العقارات الثمينة ثم يقول لا زكاة علي إلا في الأجرة نقول اتق الله تعالى في نيتك فإن كنت أردت التهر من الزكاة فالزكاة واجبة عليك وإن لم ترد ذلك فحكم العقارات فيما نويت من أجرة كما أسلفنا ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن تكون هذه المعادن قد أعدت للتجارة فإنها تزكى زكاة تجارة النوع الرابع من أنواع الزكاة كما أسلفنا عروض التجارة وهو كل ما أعد ما أعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وأطعمة وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول عند رأس الحول فتنظر أخي الكريم إلى بضاعتك الموجودة في هذا المحل وفي المستودعات تقومها بقيمتها السوقية اليوم وقت إخراج الزكاة وتخرج الزكاة تمام الحول بمقدار ربع العشر فإذا كان عندك بضاعة أيًا كانت هذه البضاعة أيًا كانت هذه البضاعة سواء عقارات أو حيوانات أو معادن أو بضاعة أكل أو بضاعة أواني أو بضاعة أثاث منزلي أو معدات كهربائية أو أدوات سباكة أو غيرها من مواد البناء أو نحو ذلك فتقيمها أخي بقيمتها فتقومها بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة وتخرج الزكاة من إجمال القيمة بمقدار ربع العشر أي كل ألف خمسة وعشرين ريال بعض الناس يقول أنا عندي بضاعة كاسدة في المستودع لا يمكن أن أستفيد منها فهل تجب فيها الزكاة نقول نعم ما دامت متواجدة لديك فأنت أخي واجبة فيها الزكاة إلا أن تتصرف فيها بما أراك الله سبحانه وتعالى أما بقاءها عندك فهي محسوبة عليك فعلى المسلم أن يحسي زكاة وأن مراقب الله سبحانه وتعالى وأما ما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة فلا زكاة عليه في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرس صدقة ولا تجب الزكاة كما أسلفنا فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها هذه أيها الإخوة الكرام بعض أحكام الزكاة بعض أحكام الزكاة بإيجاز لأجل أردت بذلك الإختصار تجنبا للإطالة لعل ذلك أن يكون أدعى لأن فهمي وأن يعيه المستمع والذي أوسي به نفسي وإخواني أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوه فيما آتاهم من مال وأن يخرجوا هذا المال طيبة بها أنفسهم متقين لله وليعلموا أن هذه الصدقة زيادة ونماء وحفظ وطهارة لهذا المال من كل آفات وحوادث فأنت أخ الكريم بأدائك لهذه الزكاة طيبة بها نفسك تعلم أنها غنم وليست في غرم مراقبا لله تعالى ومتقيا له في أدائها ومحصيا لها إحصاء دقيقة طيبة بها نفسك فأنت بأدائها بهذه الحال وبهذا الوصف أولا تبرئ ذمتك من حق من حقوق الله تعالى واجب عليك ثانيا تحفظ نفسك وأهلك من أن تتغذى بمال حرام ثالثا تحفظ مالك من الآفات والمصائب والكوارث ومكم من الحوادث التي نسمع عنها قد يكون أسبابها والله أعلم هو التقصير في أداء الزكاة رابعا تستبشر بما بشر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وما أنفقتم من نفقة قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الراسقين فقد وعد سبحانه وتعالى بأن يخلف عليك خيرا بإنفاقك في هذه الوجوف المباركة وأعظمها واجب الزكاة وهو تعالى خير الراسقين فهذا المال من أين لك إنه من الله تعالى الذي رزقك من حيث لا تحتسب وأيضا تستبشر بما بشر به الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بقوله ثلاثة أقسم عليهن وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بدون أن يقسم ولكن ذلك من باب التأكيد قال عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وما نقصت صدقة من مال وما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده فإذا علم هذا أيها الإخوة الكرام وهو ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى من الخلف على الإنسان بالإنفاق وبأن هذه الصدقة زيادة كما بشر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنستبشر بهذا الخير بما أخبر به مولانا جل وعلا وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولنستبشر بفضل الله ولنحمد الله تعالى الذي تفضل علينا بالخير والنبادر لأداء هذه الزكاة طيبة بها النفس ساعين لإبراء الذمة متعنمسين المحتاجين بإدخال السرور على قلوبهم بالإنفاق عليهم وتقديم هذه الزكاة والصدقات لهم نسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم صارح الأعمال وأن يزيدنا وإياكم من فضله وأن يخلف لنا ولكم خيرا فاتقوا الله عباد الله وأخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وتحروا المحتاجين في ذلك تقبل الله مني ومنكم ورزقني وإياكم من فضله وهو خير الرازقين وزادنا وإياكم توفيقا وإحسانا وبرا إن ربي قريب مجيب سميع الدعاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته